اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ولواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني وسيد بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتة الأردنية لإنتاج اللحوم ورجل الأعمال محمد حلوة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتاجات الألبان ببرج العرب خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال حيث سيقام المصنع على مستطحي أربعين ألف متر مربع وستبلغ طاقته الإنتاجية إثني عشر ألف طن من الأجبان سنويا وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف ذلك لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان خاصة تلك التي يتم استراضها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلي ذلك بهدف سد الفجوة الاستراضية وكذلك فتح أفاق لفرص تصديرية مستقبلية كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعمها بوسائل اختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استراضي الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف وذلك بهدف تقطية احتياجات السوق المحلي وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية والحفاظ على مخزون استراتيجي في الرؤوس من الرؤوس الحية داخل مصر إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستراض ترجمة نانسي قنقر